في إطار التحضير لانعقاد الدورة العادية لمجلس جهة فاس مكناس عقدت لجنة الفلاحة والتنمية القروية اجتماعاً برئاسة رئيس اللجنة وبحضور أعضائها وبعض أعضاء المكتب الاجتماع خصص لدراسة مشروع اتفاقية شراكة من أجل تمويل إنجاز مشاريع التزويد بالماء الصالح للشرب لفائدة المراكز والدواوير التابعة لجهة فاس مكناس المندرج في إطار البرنامج الوطني للتزويد بالماء الصالح للشرب والسقية 2020-2027 وتدارس اللقاء أيضاً مشروع اتفاقية خاصة للشراكة من أجل تمويل وإنجاز السدود الصغيرة والبحيرات التلية بجهة فاس مكناس وأربعة عشر مشروعاً آخراً على مستوى الجهة